تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخ حصة بنت علي آل خليفة حرم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة افتتحت كريمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ للو بنت خليفة آل خليفة سوق السفارات الدولية التي تنظمه جمعية رعاية الطفل والأمومة بالتعاون مع عدد من السفارات والجاليات العربية والأجنبي لدى المملكة وذلك بحضور عدد من صاحبات السمو وقارنات أعضاء السلك الدبلماسي العربي والأجنبي وسيدات الأعمال معرض سوق السفارات الدولي يطل بنفسه من نافذة تعبر عن الخصائص التراثية والحضارية للدول المشاركة على المستويات الثقافية والاجتماعية والتاريخية لما يمثله المعرض من قيمة هامة في تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب وبما يشكله من رسالة نبيلة تستحق من الجميع كل الدعم والتقدير يسعدني أن يكون سوق السفارات الدولي تحت رعاية كريمة من صاحبة سمو الشيخ حصة بن فعلي حرم رئيس الوزراء الموقر وبحضور وتشريف كريمة رئيس الوزراء سمو الشيخة لولوة نحن نحتفل على سنوات متتالية بسوق السفارات اللي هو تعبير عن تواجد وكثافة من الأطياف وهذه اللون اللي أنا أعتبر أن البحرين بلد ترحب بكل الأطياف وكثيراً يكون الحضور من الشعب البحريني ومن الجاليات الأجنبية مميز في هذا اليوم كذلك من البسنة والهرسك وصلنا من تمثيل من أبو ظبي للمشاركة معنا وهذا شيء جميل جداً إن افتتاح هذا المعرض يعد واحداً من الجهود التي تضع مساندة العمل الاجتماعي والخيري في صدارة أولوياتها في ظل الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به هذه الأعمال وهو ما حفز العديد من السفارات على المشاركة في أعماله مثل كل سنة نشارك بالبزار السفارات وهو كعمل خيري هو عمل بسيط نشارك مشاركة بسيطة بأشياء من التراث التونسي وهو يساعدنا أن نعمل الخير وأن نساعد بعض الجمعيات بالبحرين فأنا أشكر الرئيس الجماعية شيخة هند وكل الأعضاء الجماعية أنه دايماً يعني توحينا الفرصة أنه يعني نعطي لمحة صغيرة ولو صغيرة على تونس إحنا طبعاً جزء أساسي من إحنا نشارك إن إحنا يكون لنا دور فاعل في المكتمع البحريني والعمال الخيرية وده جزء مهم من أعمال السفارة فإحنا بساعدنا إن إحنا نكون مشاركين إنه هذا إحنا عم نحاول نبرز هويتنا من خلال تراثنا يعني أتوابنا الفلسطينية من خلال منتوجاتنا من خلال المصنوعات على الخشب اللي بنعملها يعني اللي بيعملوها بفلسطين من الزيتون من المواد الغذائية طبعاً هذي الكلياتها يعني ستات بيوت اللي بيعملوها يعني نحنا اللي بنجيبها من فلسطين إجمالاً من جمعيات ومن ستات بيوت هن بيشتغلوها فنحنا بنحب أنه نبين هاي الهوية اللي إلنا في هذا العام يشارك في المعرض سبعة وثلاثون سفارة بالإشارة إلى أن الريع المعرض سوف يخصص لدعم الأنشطة الخيرية ويشكل دعماً كبيراً من أجل أن يقوم السوق بدوره في تعزيز التواصل بين الشعب البحريني وبقية شعوب العالم إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين